السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة. ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معانا منحة ممتازة جدا. بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح لا احنا عرضنا فرص ومنح كتيرة جدا سابقة. ودي القناة بتاعتنا هتلاقوا عليها كل شيء منحة موجودة في اليابان في كوريا الجنوبية تايوان فرنسا امريكا ودول كتيرة جدا مختلفة. طبعا بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطوع وي السفر الى الخارج. وكنا عرضنا بعض المواقع لما نخلالها هتقدر تلاقي فرصة اتعامل بكل سهولة. اضافة كنا وفرنا فرصة حصرية عن طريق قناتنا. اه وهي فرصة التطوع في فيتنام شاملة معظم التكاليف. وكاننا عملية التقديم والقبول فيها عن طريق قناتنا. وتم اعلان الفائزين في هذه الفرصة. وان شاء الله بازن الله يكون موجود معنا فرص جاية كتير. التقديم والقبول فيها من خلال القناة الخاصة بينا. اه طبعا اضافة كنا وفرنا خدمة المساعدة في التقديم لاي فرصة ومنحة انت عايزة تقدر تقدم من خلالنا بشكل الاحترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. وعشان توصلك احاية جديدة من القناة بتاعتنا يريد تعمل سبسكرايب وتضغط على الجرس ويردع عشان كل الفرص توصلك بسهولة. وحب نوي كمان نجمع رابط جروباتنا على واتساب جروبنا على الفيسبوك ورابط التقديم الخاصة بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاق موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن منحة النهاردة. هي منحة دراسية ممولة بالكامل. تمام? الدولة اللي هيكون فيها المنحة دي هي اندونيسيا. اه الجهة المنحة اللي مقدمة المنحة دي هي يونيفرستاس تكنولوجي سانبا وايز. تمام? دي اسم الجامعة اللي مقدمة المنحة. والمنحة بدولة اندونيسيا طبعا دولة في اسيا ودولة تعتبر من الدول برضو اه يعني القوية والدول الصعيدة. تمام? اه الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي. كل دول العالم متاح لها التقديم. سواء انت من دولة عربية افريقية اسياوية بتقدر تقدم في الفرصة دي. اضافة ان آآ يعني المنح اللي بتكون في اسيا آآ بياخدوا اكبر عدد من الطلاب العرب. يعني فيه طلاب عرب بيقدموه فمعظم الطلاب بيتقبلوا والمنحة دي بتقبل عدد طلاب كبير. فمعظم الطلاب العرب يعني بيتقبلوا في آآ مثل هذه المنح. المرحلة الدراسية المتاح لها التقديم في هذه الفرصة هي درجة البكالوريوس والماجستير الناس اللي عايز تدرس البكالوريوس او المرحلة الجامعية الاولى اللي هي الناس اللي مخلصة السنوية العامة او البكالوريا او الناس اللي في اخر سنة من السنوية العامة او البكالوريا تقدر تقدم على هذه الفرصة لدراسة البكالوريوس الناس اللي مخلصها البكالوريوس او الناس اللي في اخر سنة من البكالوريوس تمام او تقدر تقدم على هذه الفرصة لدراسة الماجستير يبقى دي المرحلة الدراسية المتاحة طيب خلينا اتكلم بقى عن التمويل صراحة تمويل ممول بالكامل يعني هي ممولة بالكامل اول حاجة رسوم الدراسة كاملة بالمجان تمام كده انت اه هتاخد الدراسة كاملة مش هتدفع اي شيء خالص كل رسوم دراسة طول السنين اللي هتدرس فيها هتكون بالمجان على حساب الجامعة كمان هيكون فيه تذاكر الطيران مجانة من بلدك الاندونيسيا هتتحمل كمان تذاكر الطيران وهتدفع لك الرسوم بتاعتها فدي برضو حاجة ممتازة جدا كمان هيكون فيه راتب شهري طبعا هم محدوش كامل راتب الشهري لانه بيختلف طبعا من سنة الى اخرى ولكن هيكون راتب شهري كافي ليج جدا تقدر تستخدمه اه فيه الاحتاجات الشخصية اللي هتحتاجها هناك كمان السكن الجامعي مجانا هيكون فيه سكن جامعي يعني فيه مرتب شهري وكمان السكن الجامعي هيكون مجانا تمام وطبعا فيه غيره طبعا من مميزات كتيرة جدا زي رسوم التسجيل المبدئي في الجامعة آآ رسوم الكتب والحاجات اللي كلها هتكون على حساب المنحة طيب ده بنسبة للتمويل يبقى هي منحة موالب الكامل وفيها التمويل شامل بالنسبة للتخصصات المتاحة فيها زي المنحة عندنا تخصصات كتيرة جدا جدا تعتبر كل كل التخصصات الموجودة فيها زي الجامعة متاح لها التقديم عندنا كلية الأداب القانون المدني كلية المحاسبة كلية الهندسة بجميع تخصصاتها كلية التربية كلية الطب والجراحة الناس اللي بتدور على تخصصات الطب اللي عايز تروح تدرس طب اهي موجودة طب والجراحة كلية التمريد كلية الصيدلة آآ كلية العلوم كلية السياحة وإدارة الضيافة تقدر تشوف الكلية المناسبة ليك كلية العمارة تقدر تشوف الكلية المناسبة ليك? وتقدم عليها. تمام? ودي طبعا كليات بيكون جواها تخصصات بقى فرعية. فالطب موجود. الهندسة موجودة. تخصصات قدبية موجودة. صيدلة موجودة. كل هذه التخصصات موجودة عندك هنا. طيب. هنا عندنا ملاحظة. ركز بما عشان حاجات آآ جميلة جدا في هذه المنحة. هذه المنحة لا تحتاج اي شارية لغة انجليزية عند التقديم. في منح باب تقول لك لازم شارية لغة انجليزية ولازم يكون مش عارف موجود معك اي لتسأو طيفل. لأ. المنحة دي مش طلبة منك اي شهادة لغة انجليزية عند التقديم. الدراسة تكون باللغة الانجليزية. تمام? ولكن هما مش محتاجين منك اثبات ان انت بتعرف انجليزي. يعني على الاقل انت تكون بتعرف شوية انجليزي بحيث انك تقدر تدريس هناك آآ باللغة الانجليزية ولكن مش محتاجين منك دليل. فدي حاجة ممتازة جدا للناس اللي مش معاها اي شهادة اثبات على اللغة الانجليزية. تاني حاجة كمان هذه المنحة ليس بها حد اقصى للعمر. المنحة دي لو انت سنك كبير آآ مسلا متأخر انهية الدراسة بعد كده اشتغلت بعدين عايز ترجع تدرس تاني. المنحة دي متاحة ممكن تقدر تقدم عليها لسه مخلص سنوية عامة او بكاليريوس وعايز تقدم في المنحة دي متاح برضو التقديم. يبقى هي مش مشترطة سن معين. مفيش حد اقصى للعمر. كمان هذه المنحة ليس بها شرط المعدل. الناس اللي بتيجي بتقول طيب انا مجموعي مسلا ستين في المية. مجموعي خمسة وستين. مجموعي مسلا اقل من كده بشوية. آآ مجموعي سبعين. لأ. المنحة دي مش مش بتشترط اي مجموع. تقدر تقدم عليها آآ بالمجموع اللي معك. يبقى هما مسلا مش مشترطين انك لازم يكون معاك تسعين في المية او خمسة وتسعين في المية عشان تقدم مسلا طب ولا صيدر ولا الكلام دي كله. لأ. انت متاح لك تقدم في جميع الكليات آآ مفيش نشرط المعدل ما حددوش. آآ طيب. آآ ازا كنت في اخر سنة من السنوية العامة او البكالوريا او اخر سنة من البكالوريوز زي ما وضحنا في الاعالم اسموح ليك التقديم ايضا. الاوراق المطلوبة عشان تقدم فيها زي الفرصة. مطلوب من حضرتك اول حاجة في اسمه المنحة وفي اسمه البيان الشخصي اللي هي تمام? لازم تملى اول حاجة الاتنين دول. فتعالا كده نشوف ايه هو المنحة وايه هو البيان الشخصي. هنروح هتضغط على كلمة من هنا دي عشان آآ يفتح معاك الاستمارة اللي هي استمارة المنحة واستمارة البيان الشخص. هي استمارة مش هيفتح معاك في ملف تمام? فهتلاقي هنا ان جوه الملف ده فيه تاني. الفولدر ده هتلاقي في آآ استمارتين. اول حاجة دي الاستمارة البيان آآ الشخصي. البيان الشخصي اللي هي البيان. وتاني استمارة اللي هي الابليكيشن بقى اللي انت هتحط فيه بياناتك. فتعالا نشوف اللي هي الابليكيشن فورم دي. فلما تضغط عليه وتفتحها هتظهر لك بهذا الشكل. ده طبعا شعار الجامعة اللوجو بتاعها واسم الجامعة. وهنا مطلوب منك بقى انك تملى بياناتك البياناتي. تمام? تحط اسمك بالكامل الجنسية بتاعتك الجندر بتاعك. تحط رقم جواز السفر بتاعك. آآ تحط طبعا عنوان آآ يعني عنوانك الحالي الدولة اللي انت مقيم فيها والمدينة اللي انت مقيم فيها. تحط الخلفية التعليمية السابقة بتاعتك عن المدرسة درستك كانت فيه بالزبط والتخصص اللي انت تخرجت منه وما الى ذلك. آآ تحط التخصص اللي انت عايز تدرسه. تكتب التخصص. انا عايز مسلا ادرس طب. عايز ادرس صيدلة هندسة. تحط اسم البرنامج اللي انت عايز تقدم عليه وعايز تقدم ليه ولا المستر. تمام? آآ تحط هنا اللغة الانجليزية مستوىك في اللغة الانجليزية ايه? هل معاك في طبعا الحاجات دي كلها يا جماعة. يعني مش شرط انك تكون معاك حاجة من دول زي ما وضحنا. تمام? وهنا بيقول لك لو بتعرف آآ لغات اخرى اسكر اللغات الاخرى اللي انت بتعرفها. يعني مسلا ممكن تحط اللغة العربية انك او يعني آآ لغتك الامة هي اللغة العربية بتعرف مسلا فرنسي تحط مستوىك في اللغة الفرنسية. هنا هتلاقي في بعض الاسئلة آآ زي مسلا ايه يعني لو انت آآ زرت اندونيسيا سابقا هل ليك اقارب في اندونيسيا? في بعض الاسئلة هنا بتعرف شوية اندونيسي آآ ما الى زلك تمام? آآ وهتلاقي هنا آآ اللي هي بقى انك موافق على كل الشروط تضغط على المربعين دون موافق على كل البيانات اللي انت كتبتها هنا انها بيانات صحيحة آآ وهنا تحط التوقيع بتاعت وتاريخ آآ اليوم اللي انت هتملأ فيه. وهنا طبعا آآ بيديك القائمة بقى بالاوراق المطلوبة البقية. تمام? طيب خلينا نرجع بقى ونكمل ايه الاوراق المطلوبة مع المنحة. بس قبل ما نرجع تاني اوريكوا استمارة البيان الشخصي. استمارة البيان الشخصي هي دي الاستمارة. الاستمارة دي آآ هدفها ان انك توافق على الشروط الموجودة فيها. واللي اساسها انك ما تشتغلش اسناء الدراسة. وانك تلتزم بكل القواعد والقوانين اللي مرتبطة بدولة اندونيسيا. ما تعملش مسلا آآ جرائم او شغب او ما الى زلك. فلازم توقع على الموافقة على دي. انك لو حضرت وتدرس هناك يبقى لا تشتغل اسناء الدراسة ولا انك تعمل اي شغب او اي جرائم اسناء الدراسة هناك. وهنا تكتب اسمك مرة تانية جنسيتك رقم جواز السفر والعنوان الحالي. وتكتب التاريخ وتوقع هنا وتحط آآ اسمك بالكامل هنا. تمام? يبقى الاستمرتين دول لازم تملاقهم. طيب بعد كده آآ بعد لما نملأ الاستمرتين حضرتك تجهز خطاب النية بتاعك وتعمل خطاب نية كويس. تمام? آآ تجهز اخر مواهل دراسي انت حصولت عليه. اللي هو مثلا انت متخرج من السنوية العامة يبقى لازم تجهز شهادة السنوية العامة. لو انت في اخر سنة من السنوية العامة يبقى تجهز آآ درجات السنة اللي قبلها. لو انت مسلا تخرجتم بكالريوس تجهز الشهادة. لو انت في اخر سنة بكالريوس تجهز شهادة السنة اللي قبلها. هكذا. وتجهز صورة جواز السفر. وهنا كمان مطلوب عندنا حاجة اسمها شهادة صحية. ولكن الجامعة دي كمان يعني تهزلنا ايه? عايزة تساعد كل الطلاب. فبتقول لك ان الشهادة الصحية ممكن انت تحضرها بعد القبول في المنحة. يعني في ناس ممكن تواجه صعوبة انها تحصل على الشهادة الصحية حاليا. الشهادة الصحية يا شهادة بتزود خلوك من امراض. بتاخدها من اي مستشفى او عيادة. موجودة في بلدة. فبالتالي لو انت مش آآ يعني مش هتقدر تحصل على الشهادة دي دلوقتي خلاص ممكن تقدم عادي بالاوراق دي فقط. ولو اتقابلت خلاص ممكن تبعت لهم الشهادة الصحية. فهم زي ما كانوا كاتبين ان الشهادة الصحية ممكن فيما بعد بعد قبولك. لو تم قبولك في المنحة ان شاء الله. طيب لما تجهز الاوراق دي كلها هتعمل ايه? بيقول لك عشان تقدم بقى هتجمع كل الاوراق دي الاستمرات اللي انت ملقتها والاشياء المطلوبة الاوراق دي كلها هتجمعها وتبعتها لعنوان او هتبعتها للبريد الالكتروني الخاص بالجامعة اللي هو ده تمام? ده الايميل بتاع الجامعة تبعت لهم الاوراق دي ويبقى انت كده قدمت للمنحة بنجاح. تمام? اخر معقد للتقديم في الفرصة دي هو 18 اغسطس 2020 يعني فاضل 18 يوم وتنتهي هذه المنحة. وهنا عندنا ملاحظة ان احنا كالقناة منح من كل الالوان بنساعد في عملية التقديم لاي فرصة امنحة انت عايزة. يعني لو عايز تقدم الخلانة بشكل احترافي. ممكن انك تتواصل معانا من خلال الاستمارة موجودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. هنقدم لك في المنحة دي بشكل احترافي ونجهز لك الاشياء المطلوبة فيها. لو انت عايز طبعا تقدم بنفسك ما فيش مشكلة اتبع شرح الفيديو وقدم بنفسك. هنا كمان عندنا الاعلان الرسمي للمنحة اللي فيه كل التفاصيل اللي انا شرحتها تعالى بص سريعا كده عليه. هنفتح الاعلان الرسمي. آآ ده موقع الجامعة. تمام? الرسمي واللي فيه الاعلان الرسمي. آآ ده اللي هو اليو تي اس ده اسم المنحة. وهنا بشرح لك كل التفاصيل. المنحة دي يتوفر لك ايه? الاوراق المطلوبة هنا التوفير اللي هو ده التمويل بتاعها يعني تزاكر الطيران والسكن والراتب الشهري. آآ ازاي تقدم تبعت الاوراق بتاعتك لانوان البريد الالكتروني بتاعهم. يعني كل التفاصيل مذكورة فيه الموقع الرسمي برضو. تمام كده? يبقى احنا شرحنا المنحة بالكامل. المنحة ممتازة جدا. موالة بالكامل فيها الطب والصيدلة والهندسة. وكل التخصصات اللي الناس بتبحث عليها موجودة فيها زي المنحة. فلو حابين تقدموا لها ياريت لان اخر معاد هو تمنتاشر اغسطس الفين وعشرين. وان شاء الله بازن الله يكون بالتوفير ولبوليكم فيها زي المنحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.